من الصعب أنا أقول لك من الصعب جدا جدا أن يتغير الوضع الدولي بالنسبة للعراق ليش؟ لأن الوضع الدولي عادة يدعم من يصمت يعني لو فرضا كانت أوكرانيا محكومة بشخص مثل لوكشينكو وليس زيلينيسكي ومدعوم شعبيا أو زيلينيسكي غير مدعوم شعبيا أو مرفوض أو إلى آخره ما كان الغرب تشجع لكي يقف مع زيلينيسكي ويدافع عن أوكرانيا عندما تحكم أوكرانيا شخص مثل لوكشينكو هو ألعوبة بيد موسكو ماذا سيفعل الغرب؟ سيقول للأوكرانيين مثل ما هو يقول الآن للمعارضة في بيلوروسيا لا نستطيع نفعل شيء طالما حكومتكم بهذا الشكل صلحوا حكومتكم اطردوا من تروه غير مناسب ثم عندما تصلحون وتقيمون حكومة حقيقية سنقوم بدعمكم في الوضع العراقي هذا لا يحدث في الوضع العراقي نحن حتى الآن فشلنا المرة تنوي المرة في إزالة الطبقة السياسية نكرهها يعني مو أنه هناك ناس تحب وناس تكره بالمطلق هناك كراهية للطبقة السياسية الحالية شيعية وسنية وكردية ومع ذلك مع كل هذه الكراهية نحن عاجزين عن تغيير هذه الطبقة والإتيان بمن يستطيع أن يمثلنا لكي نشجع الغرب على أن يدعمنا يدعم ماذا الغرب؟ سيقول لك أأتي بقواتي لكي أبدلك وأنت قاعد بالبيت؟ يعني هذا مو صحيح بالنتيجة نحن يجب أن نصنع ظروفنا الجيدة التي تمكن العالم من مساعدتنا بغير هذا بوجود شخصيات كارتونية في الحكم وبوجود شخصيات فاسدة التي تحدثت عنها بلاسخارت بلاسخارت تقوم بواجبها بالمناسبة بلاسخارت هي مكلفة برصد الواقع تقدم الواقع كما هو هي ليست معنية كيف سيكون تأثير تقريرها ما الذي سيقول عن تقريرها ما الذي هي تتكلم بشكل واضح أما تأثيرات تقريرها فأنا أقول لك أن دول الغرب سيتأسفون سيمصمصون الشفاه سيقولون مع الأسف أن الشعب العراقي على هذا الواقع المزري الذي رصدته إنسانة منصفة إلى حد كبير وهي بلاسخارت غير قادر على تغيير هذا الواقع وغير قادر على وإحنا فترة معينة انشددنا جميعا إلى الشاشات وكنا نتصور أنه في تشريم سيحصل تغيير وإذا به لم يحصل تغيير ويبدو الآن أن هناك أطراف سياسية تحاول اللعب بتشريم كل لصالحها كل لكذا يبدو حتى هذه الجذوة الأمل يحاولون أطفاءها الآن والشعب العراقي جالس يتفرج باختصار سيد أحمد أنا غير متفائل البتة في إمكانية حدوث أي تغيير حقيقي إذا لم نقم نحن بالتغيير داخلي